أثارت رحلة صعود رجل الأعمال الأمريكي ريد هيستينغز جدل الكثيرين الذي بدأ مشوره للثروة ببايع المكانس حتى أسس نتفليكس أكبر شركة ترفيه في كاليفورنيا التي تدر أرباحا تصل إلى 161 مليون دولار سنويا ترى ما قصة ريد هيستينغز وكيف صعد من باع للمكانس إلى مالك أكبر شركة ترفيه في العالم وصاحب أكبر ثروة ضخمة تفاصيل أنا عايد يوسري أهلا بكم وليد هيستينغز في الثامن من شهر أكتوبر من عام 1960 في بوستون بولاية ماساتشوسيتس الأمريكية وتخرج عام 1978 في مدرسة بيكينغام براون ونيكلز في كامبرج وبعد انتهائه من مدرسة الثانوية كان يبيع المكانسة الكهربائية لمدة عام تقريبا ثم التحق بعد ذلك بجامعة بودن حيث تخصص في الرياضيات والتحق هيستينغز بجامعة ستانفورد بعد عودته من فيلق السلام وتخرج بشهادة الماجستير في علوم الكمبيوتر عام 1988 بدأ من سيرته المهنية كمطور برامج بشركة Adaptive Technology حيث تعلم قيمة التركيز تحت قيادة أودري ماكلين الرئيس التنفيذي للشركة في عام 1991 ترك عمله ليؤسس شركته Pure Software المتخاصصة في استكشاف الأخطاء البرمجية حيث نالت نجاحا غير متوقع وبسرعة كبيرة واجه هيستينغز خلال هذه الفترة صعوبات كبيرة في إدارة الشركة فطلب من مجلس الإدارة استبداله لكن المجلس رفض ذلك اندمجت شركته مع أتيريا Software في عام 1996 وفي العام التالي استحوذت على شركة Rational Software تم تعينه في منصب كبير المسؤولين الفنيين في الشركتين انضم بعد ذلك إلى مجلس إدارة مايكروسوفت عام 2007 وحافظ على منصبه حتى عام 2012 كما أنه عضو في مجلس إدارة فيسبوك منذ شهر يونيوم عام 2011 وفقا لموقع Famous Entrepreneurs عام 1997 شارك ريد هيستينغز في تأسيس شركة نيتفليكس مع مارك راندولف في كاليفورنيا لتوفير خدمة إعلامية تتيح عرضا ثابتا للتأجير عبر البريد الإلكتروني للعملاء في الولايات المتحدة الأمريكية وبحسب CNBC فقد بدأت شركة بتلقي طلبات للحصول على أقراص الفيديو الرقمية DVD عبر الإنترنت حيث أتيح للعملاء استئجار هذه الأقراص الرقمية لمدة أسبوع ثم تمكنوا من دفع رسوم شهرية محددة لاستئجار عدد غير محدد من أقراص الفيديو الرقمية وذلك عام 1999 نمت نيتفليكس بسرعة كبيرة على مر السنين وفي عام 2009 نشر هيستينغز دليل الثقافة الداخلية على الإنترنت حتى أصبحت دليل أداة لفحص ما قبل التوظيف تسني الأشخاص غير المتوافقين عن التقديم تبن هيستينغز السليب توسع قوية وساهمت في انتشار الشركة من خلال عقد شراكات مع السيديوهات السينمائية والحمنات التسويقية التي ركزت على كاتالوج الشركة من الأفلام المستقلة والأفلام الوثائقية بالإضافة إلى الأفلام التي لا تتوفر بسهولة وفقا لبي بي سي ففي عام 2010 ازداد سعر أسهم شركة نيتفليكس بنسبة 219% وصل إلى 175.70 دولار أمريكي وازداد عدد المشتركين 8 ملايين مشترك جدد حيث زاد عدد المشتركين الكلي إلى 20 مليون مشترك فزادت الأرباح إلى 2.16 مليار دولار أمريكي بنسبة تصل إلى 29% والأرباح الصافية إلى 161 مليون دولار أمريكي بنسبة تصل إلى 39% واستقطبت نيتفليكس عددا قياسيا من المشتركين الجدود في نهاية عام 2017 وبدأت بحصد ثمار استثماراتها خارج الولايات المتحدة الأمريكية رغم من منافسة محتدمة ومتعظمة في مجال خدمة الفديو بالبث التدفقية سهبت هذه النتائج في رفع قيمة سهم نيتفليكس في برصة وول ستريت بأكثر من 10% فتخطت قيمة الشركة في البرصة للمرة الأولى عتبة 100 مليار دولار أمريكية ختاما أطلقت نيتفليكس حوالي 126 عملا أصليا في عام 2016 أي أكثر من أي شبكة أو أي قناة كابل تلفزيونية كما أعلنت عن زيادة عدد مشتركي الخدمة في عام 2018 ليصل إلى 137 مليون مشترك من جميع أنحاء العالم من ضمنهم 58 مليون مشترك في الولايات المتحدة الأمريكية شكرا جزيلا للحسن المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة